سأتناول فيما يلي بإجازة أربع نقاط مسوّغات إصدار هذا الكتاب مضامين الكتاب العين المختارة والأهداف سأحاول أن أجيب عن السؤال الأول الذي يتبادل إلى الذهن عند صدور كتاب جديد لماذا هذا الكتاب؟ يندرج هذا الكتاب في سلسلة إصدارات مؤسسة الفكر العربي ومنها دورية أفق الشهرية والتقرير العربي للتنمية الثقافية وكتاب أفق السنوي أو الخاص يطبق هذا الكتاب الشعار الذي رفعته المؤسسة منذ العام 2009 عنواناً لمؤتمر حركة التأليف والنشر في العالم العربي في إطار احتفالية بيروت عاصمة عالمية للكتاب كتاب يصدر أمة تتقدم يجسد هذا الكتاب رسالة المؤسسة القائمة على إعلاء شأن الفكر وإنتاج المعرفة ونقدها ونشرها تحقيقاً لأهداف التنوير والتطوير والتنمية أما اختيار الفلسفة موضوعاً محورياً للكتاب فينسجم مع حرص المؤسسة على طرح ومعالجة موضوعات حيوية وراهنة تستمد وجاهتها من الأهمية التي تحظى بها على الصعيد العالمي ومن ارتباطها الوثيق بالتحديات الكبرى التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا وشعوبنا وتعني العربة في حاضرهم ومستقبلهم وفي الواقع رأينا أنه من الضروري السعي لإعادة الاعتبار إلى الفلسفة وإبراز الحاجة إليها بظل الخطاب الإديولوجي السائد حول موت الفلسفة وهو خطاب يستمد مشروعيته من هدم الأسس المعرفية التي قامت عليها الحداثة لمصلحة عالم المعلوماتية والرقمنة والأتمة المقوض لفكرة الإنسان المتعدد الأبعاد والمفضي إلى اختزاله في بعدي الاستهلاك واللذة ومن جهة ثانية بدأ لنا من المناسب التسكير بأن ثمت علاقة جدلية بين الفلسفة والنهوض الحضاري على ما أثبتته تجارب الأمم عبر التاريخ فمن منا يجهل الدورة الذي اطلعت به الفلسفة في عصور العرب الذهبية في المشرق والمغرب ومن منا ينكر إسهامها الحاسم في بزوغ عصر الأنوار وإشعاعه واعتبرنا أنه من المفيد تسليط الضوء على الحراك الفلسفي المستجد الذي تشهده منطقة الخليج في الآوينة الأخيرة والذي يتجلى في القرارات الرسمية بإدخال مادة الفلسفة في المناهج الدراسية وفي تأسيس جمعيات للفلسفة وإصدار مجلات فلسفية وتنظيم ندوات ومؤتمرات فلسفية بعد أن عرضت مسوغات إصدار هذا الكتاب سأحاول الإجابة عن السؤال الذي يتعلق بمحاور الكتاب وموضوعاته مقتصرا لضيق الوقت على عنوينها بخلاف سلسلة كتب أفق السنوية ومنها على سبيل المثال الكتاب السادس الذي صدر بعنوان المدن العربية بين العراقة والاستدامة أو الكتاب الثامن الذي سيصدر قريبا بعنوان القيم وتحولاتها اليوم الأبعاد العالمية والمسارات العربية بخلاف هذه الإصدارات لم نخضع لم يخضع كتاب العرب والحراك الفلسفي أو لم نضع لكتاب العرب والحراك الفلسفي اليوم تصميماً مسبقاً يتضمن أبواباً وفصولاً محددة ولكننا أعددنا ورقة خلفية رسمت الإطار العام للكتاب وخطوطه الكبرى وتركنا لمن وجهنا إليهم الدعوة للمشاركة في تأليفه تركنا لهم حرية اختيار الموضوع الذي يرغبون في معالجته وعلى الرغم من ذلك إنما يجمع بين مباحث الكتاب ليس انتماؤها كلها إلى مجال الفلسفة فحسب بل أيضاً ارتباطها كلها بأحوال الفلسفة في عالمنا العربي وهو ما يدل عليه عنوان الكتاب بوضوح تام ويمكننا أن نتبين هذا الطابع العربي الجامع في أربعة مستويات أولاً على مستوى التأليف فجميع مباحث الكتاب وعددها خمسة وثلاثون هي بأقلام فلاسفة ومفكرين ومثقفين ومثقفين عرب ثانياً على مستوى آراء ووجهات النظر ومواقف عربية في قضايا ومسائل فلسفية عامة تعني الوجود الإنسانية بشموليته ومن بين هذه القضايا والمسائل ضرورة الفلسفة ومهمة التفلسف في عالمنا اليوم والفلسفة والنسيان والفلسفة والمستقبل وحاجة العلم إلى الفلسفة وجلالية العلاقة بين العقل والإيمان وغيرها من القضايا والمسائل ثالثاً على مستوى النتاج الفلسفي استضمن الكتاب قراءة في ستة من أبرز المؤلفات الفلسفية العربية في العقدين الماضيين وسلسلة من سبع قراءات في فكر فلاسفة عرب معاصرين وقراءة في تفلسف المرأة العربية رابعاً على مستوى الإضاءة على عينة معبرة عن تجليات تنامي الاهتمام بالفلسفة في العالم العربي اليوم في ضوء هذه المعطيات جرى توزيع نصوص الكتاب على فضائين رئيسين فضاء كوني وفضاء محلي وغني عن البيان أن هذا التمييز بين الفضاءين لا يعني البتة الفصل الجذري والقاطع بينهما لأن ثم ترتباطاً وثيقاً وعضوياً بينهما مرده إلى تداخل موضوعاتهما لا بسبب ظاهرة العولمة وتأثير الفلسفة الغربية في الفلسفة العربية فحسب بل أيضاً وبخاصة بسبب طبيعة التفكر الفلسفي الذي لا يعترف بالحدود ويأتلف فيه بصورة تفاعلية الخاص والعام والمحلي والكوني بعد هذه الإطلالة السريعة على تصميم الكتاب ومضامينه سأحاول الإضاءة على ثلاث من أبرز المزايا التي يتسم بها أولاً على صعيد المنهجية المعتملة إن المنهجية العامة التي يمكن استقراؤها من ثنايا مباحث الكتاب هي المنهجية نفسها التي دأبت مؤسسة الفكر العربي على اعتمادها وغدت واحدة من أبرز السماد التي تمتاز بها إصداراتها وقوامها العرض والتحليل والاستشراف لا يتسع المجال هنا للحديث عن هذه الأركان الثلاثة ولكني أرى أنه من المفيد التنويه بأنها متكاملة وبأنها تقترن تقترن بالدلالة على أبعاد زمنية ثلاثة صحيح أن العدد الأكبر من النصوص مستلط الضوء على واقع الفلسفة العربية وأحوالها في زمننا الحاضر وهو ما يشير إليه في عنوان الكتاب ظرف الزمان اليوم ولكن عدداً من النصوص تناول التراث الفلسفي الذي خلفه العرب إبان نهضتهم في عصورهم الذهبية كما أن المستقبل لم يغب عن الكتاب بل حضر بقوة من خلال استشراف مآلات الحراك الفلسفي العربي الراهن ورسم الآفاق التي يؤمل له أن يرودها لا يدعي هذا الكتاب الإحاطة الشمولية على صعيد الموضوعات التي عالجه لأن الفلسفة وأنتم أدر مني بذلك عالم شاسع مترام الأطراف لا يحد كما لا يدعي فيما يتعلق بالمبادرات التي أضاء عليها تغطيتها جميعها وفي مختلف البلدان العربية لأنه يصعب حصرها ولا أراني بحاجة إلى التسكير بأن معظم المسائل الفلسفية التي تطرق إليها الكتاب يمكن أن تشكل كل واحدة منها مادة لكتاب بأكمله إن لم يكن لمجموعة كتب وهو استولى مهمة إبراز الحراك الفلسفي في الساحة العربية اليوم لم يتحول إلى مرصد يدرس جميع محاوره وقضاياه أو إلى سجل يوثق جميع المجلات والجمعيات والنوادي والمؤتمرات والندوات الفلسفية في العالم العربي ولكننا نعتبر أن العينة المختارة معبرة عن هذا الحراك الفلسفي العربي الذي نشده اليوم وهو ظاهرة تسترعي الانتباه وتستحق المواكبة والمتابعة والاهتمام وتسوّع تخصيص كتاب لعرض وقائعها ومظاهرها وإشكالياتها وأيضاً لاستشراف مآلاتها باعتبارها باعتبارها وهذه الرسالة الأساسية ربما في الكتاب باعتبارها مؤشراً دالاً على التحولات العميقة التي تعتمل في المجتمعات العربية وباعتبارها واحدةً من أبرز تجليات هذه التحولات تحرس مؤسسة الفكر العربي على أن تستقطب مثقفين وخبراء من مختلف الدول العربية للكتابة في كل واحد من إصداراتها وقد حظي هذا الكتاب بإسهامات خمسة وثلاثين فيلسوفاً ومفكراً وباحثاً ينتمون إلى إثنين عشر بلداً عربية من الخليج والمغرب وبلاد الشام ومصر وواد النيل وفضلاً عن التمثيل الجغرافي لمناطق العالم العربي كافةً الذي تؤمنه هذه المشاركة الواسعة فإنها تتيح تنوعاً في البيئات والمناخات الفكرية والثقافية يطفي على الكتاب غناً وحيوية فاسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأجدد الإعراب لكل من أغنى هذا الكتاب بعصارة فكره وتجاربه وبعمق تأملاته ورؤاه عن تقدير مؤسستنا العميق وعن عظيم امتناننا أما المحطة الأخيرة في هذه الجولة السريعة لاستكشاف أبرز معالم كتابنا فسنتعرف فيها على الأهداف التي توخيناها من إصداره وهي ثلاثة أول هذه الأهداف هو الإعلام إن تنامي الاهتمام بالفلسفة في العالم العربي ظاهرة كما ذكرت ظاهرة لافتة للانتباه ولكنها ليست معروفة بما فيه الكفاية أقله خارج نطاق المختصين والمتابعين الضيق والمحدود فسعينا إلى التعريف بهذه الظاهرة من خلال عرض باقة من أدواتها وقنواتها ووسائتها وعدد من مظاهرها ومعطياتها ومنجزاتها الدالة والواعدة الهدف الثاني هو التوعية يطمح هذا الكتاب إلى إظهار أهمية الفلسفة وجدوى وتحديد وظيفتها والكشف عن أوجه علاقتها وتداخلها بالعلم والتكنولوجيا والسياسة والاقتصاد والدين والأدب وسائر العلوم الإنسانية للتوعية على حاجتنا إلى الفلسفة والتفلسف الهدف الثالث هو التحفيز يوجه الكتاب إلى جميع المعنيين دعوة لإلاء الفلسفة ما تستحقه من عناية واهتمام ولمواكبة الحراك الفلسفي في العالم العربي وتعهده بالرعاية والدعم وإلى تعزيزه وتوسيع مجالاته ولعل في طليعة ما يدعونا إليه ويحثنا عليه هو السعي إلى تجاوز معوقات الإبداع الفلسفي في فكرنا العربي المعاصر وإلى النهوض بالفكر الفلسفي العربي والارتقاء به من الخصوصية المحلية إلى رحاب الكونية ففي ضوء المعطيات والاعتبارات الذي ذكرتها اسمحوا لي أن أختتم التقديم الذي عرضته بالإشارة إلى أن جل ما نرجوه هو أن يحفز إصدارنا هذا المشتغلين في الفلسفة في بلادنا على المثابرة في طرح الأسئلة وفي تقديم الأجوبة وفي تقديم الأجوبة عنها وعلى السعي إلى استحداث تفكر وخطاب فلسفي جديد بيّنت ندوتنا أن نواته الواعدة موجودة في ثنايا مسارات الفكر الفلسفي العربي الحديثي نفسه وأن ملامحه آخذة بالتشكل والتبلور في مفاهيمه ومقارباته ورؤاه ونرجو أيضا أن يمثل إصدارنا هذا إسهاما ولو متواضعا في تحقيق ما يدعون إليه الفيلسوف الفرنسي رونيلي كارت حين قال إن حضارة الأمة أي أمة وثقافتها إنما تقاس بمدى شيوع التفكر الفلسفي الصحيح فيها شكرا لإصاركم شكرا لإصاركم شكرا أستاذنا عمري العويت العويت المدير العام لمؤثسة الفكر العربي على هذا التقديم تقديم الكتاب كان حقيقة معناها مهمة جدا مهمة جدا لأنه أعطى لكل الحاضرين تقريبا فكرة جيدة جدا لا على المحتوى فقط ولكن أيضا على الشكل والمحتوى والأهداف زملائي زملائي صديقات أصدقائي أيها الحضور الكريم أريد أن أعبر لكم بكل صراحة عن سعادة القصوى في نهاية أعمالنا هذه سعادة أولا بالذات للقاء بضيوفنا الكرام الذين نستطيع أن نقول بأنهم زبدة الفلاسفة أو على الأقل يمثلون بامتياز الفلسفة في بلاد المغرب العربي موريطانيا المغرب الجزائر ليبيا وتونس سعادتي أيضا بأن كل الأعمال التي وردت في هذا اللقاء كانت حقيقة في صلب الموضوع اعتبارا لأن ما أردنا في هذه الندوة أن نحدده هو تلك المسارات الفلسفية التي تعطي الجدة على مقارباتنا في الفكر الفلسفي عامة أي أننا لم نرد في هذه الندوة أن نكرر ما قيل أو أن نقدم النظريات المتواجدة في العالم أردنا أن نبين أن التفلسف العربي أو إن شئتم التفلسف في الوطن العربي يجب أن يأخذ الآن مسارات جديدة أولا هناك حدث والفلسفة كما تعرفون هي لا أقول ابنة الحدث ولكن على الأقل أنها تتبلور بالحدث ولا بالأحداث والحدث الآن هو ما أسميه بحرب الإبادة على غزة فكما تساءلت مثلا عن أرانت بعد لولوكوست عن إمكانية التفلسف بعد هذه الأحداث وهذا الحدث بالنسبة إليها المهم نتساءل اليوم نحن أيضا كيف يمكننا أن نتفلسف بعد هذه الإبادة التي نشاهدها جميعا بصفة مباشرة بينما ونصدقها نحن بتبيض الحال بينما لا يصدقها الغرب وهم يشاهدونها بينما لولوكوست لم نشاهده ونحن نصدقه والغرب يصدقه وهي معضلة من أكبر المعضلات ولهذا التفلسف الآن بعد هذه المعضلة يجب أن يأخذ أيضا هذا المسار وما عبرنا عنه في هذه الندوة الفلسفة في تعاملها مع الوضع السياسي والوضع العالمي الجديد وهو مسار مهم مهم جدا الشيء الثاني الذي نستطيع أنا لا هنا لست بصدد يعني بيان المخرجات وهي مخرجات الندوة وهي كثيرة وسنقوم بها فيما بعد عندما تتبلل الأمور ولكن هي ملاحظات سريعة المسار الثاني هو أن اللحظة الحاضرة الفاصلة الآن تستدعي منا أن نتفلسف بوجه آخر علينا أن نحدد هذا الوجه ولكن المهم أن يكون بوجه آخر هذا لا يعني وأنا استمعت إلى بعض يعني التدخلات من القاعة أساسا هذا لا يعني أن نترك جانبا ما سماه البعض بالعنعنة لا يجب أن نترك جانبا تاريخ الفلسفة لا يجب أن نترك جانبا معرفة الفلاسفة كما يجب بالمعنى الأكاديمي لأن الفلسفة وهذه كلمة داريلا الفلسفة تبقى بمكوفها إن ما كثت الفلسفة بتقنياتها وب كل معطياتها فهي ستبقى أحب ذلك من أحب وكره من كره ولهذا يجب علينا المحافظة على هذا المسار الأكاديمي المهم لكن لحظنا في الندوة أن هناك مسارات أخرى مسارات جديدة تتمثل قبل كل شيء في هذه العلاقة الإشكالية باستشكال علاقات عديدة علاقة الفلسفة بالشعر أقول هكذا يعني بدون ترتيب علاقة إذن الفلسفة بالشعر والأدب وهي علاقة مهمة جدا ونحن في معهد تونس الفلسفة لنا مسار كامل حول هذه القضية وقمنا بندوات وسنقوم أيضا بندوات أخرى حول هذه العلاقة علاقة الفلسفة بالعلوم بالذكاء الاصطناعي بمثلا العلوم اللابسيكاناليز لست أدري الكلمة التي استعملها وعلى أقل نقول نحن بالتحليل النفسي معنا هذه علاقات هي يجب أن تكون أيضا علاقات من نوع جديد يجب أن نحددها معنا كذلك العلاقة بين الفلسفة والدين الدين يجب أن نخذه لا كتدين وإنما كظاهرة لها أهميتها في المجتمع يدرسها الفيلسوف من حيث هي ظاهرة ولما لا نحن لسنا للأسف ليست لنا في الفلسفة العربية ما نسميه بفلسفة الدين وفلسفة الدين إن شاءنا قد تعطي لنا حلولا كثيرة لست أدري لماذا ولكن هناك معوقات كثيرة كذلك الفلسفة النسوية هي فكرة جديدة بالنسبة العالم العربي ولكنها هامة جدا لأننا لأن الفلسفة إذا لم تضع الأسس النظرية للقضية النسوية والجندر النوعية كما قالت الزميلة ستصبح هذه يعني عبارة عن كيف أقول نضالات وهي مهمة جدا ولكن تبقى نضالات فقط نحن نريد من المرأة العربية أن تتحرر كاملا وأن تكون مثلها مثل الرجل مهما كانت الظروف كذلك الشأن بالنسبة للفلسفة للأطفال كذلك بالنسبة للفلسفة للأطفال يعني القضية هامة جدا نحن في اليونسكو سنة 1995 هذه القضية جعلناها قضية أساسية الآن في تونس والحمد لله انفتحت أفاق الفلسفة للأطفال وهنا أريد أن أقول لكم أنه ستون إرجانس بالعربية نقول هي قضية استعجالية قضية استعجالية أن نقوم بندوة عربية على النطاق العربي في كل أنحاء العالم العربي لنتدارس هذه القضية لأن قضية مصيرية ما زلنا نعتبر الطفل كما قالت الزميلة لا حياة له الحياة ليس هي الأكل والشرب الحياة هي تفكير وإلى غير ذلك وإنك أيضا قضية القانون الحق فلسفة الحق يا رسول الله فلسفة الحق لا توجد عندنا وهذا غير معقول نحن نتحدث عن حقوق الإنسان دون أن نحدد هذه الأسس التي ينبني عليها كذلك يعني هذه الحقوق هذه الحقوق كذلك اللغة فلسفة اللغة فلسفة اللغة والمنطق إلى غير ذلك على الأقل في تونس أتحدث عن تونس لا أتحدث في العام العربي هي هي يعني غير غير متجذرة في لا الفلسفة العربية ولا اللغة العربية نتحدث عن اللغة اللغة اللاتينية ليه على لماذا إلى يومنا هذا المنطق يدرس باللغة الفرنسية وهو غير مرتبط باللغة العربية فهل يعقل هذا لا يعقل بحيث أقول فقط أن المجال مفتوح للفلاسفة في تونس والعالم العربي أن يتحدث ويحلل مفاهيم وتصورات لهذه المسارات الجديدة هي مسارات الجديدة أنا شخصيا عبرت عنها بفلسفة التنوع ثم عبرت عنها بالفلسفة الشريدة ثم عبرت عنها إن شاءنا بفلسفة التعاقل ولكن كلها فلسفات يجب أن تجد إن شاءنا مساراتها الأساسية ضمن هذا ضمن هذه الفعالية أنا أريد باسمكم جميعا أن أشكر الأستاذ الرعاويت والأشكر بصفة خاصة السمو الملكي خالد الفيصل الذي سمح بأن تكون لنا هذه المؤسسة مؤسسة الفكر العربي التي دائبت من أول يوم نشأت يعني سنة 2000 تقريبا وهي تعمل جادة على أن يكون للفكر العربي حضورا متميزا في العالم فشكرا لهم كثيرا شكرا لكل الذين ساهموا في إنجاح هذه الندوة وأعبر لكم في الأخير لا عن سعادتي فقط وأيضا عن سعادة عن سعادة المجلس العلمي أو الهيئة العلمية لمعهد تونس للفلسفة ذكرت أسماءهم في المرة الفارطة هم يجدنون لكم شكرهم لأنهم هم أيضا في غبطة كبيرة لنجاح هذه الندوة وأتمنى أن تتواصل العلاقات بيننا مثل هذه بالجدية التي وجدنا هنا وبالانفتاح الفكري العميق الذي أيضا وجدناه هنا وشكرا لكم لن أطيل ولن أجازف بمحاولة اختصار وقائع الندوة التي عقدناها على مدى ثلاثة أيام نظرا إلى كثافة مضامينها وغناها بل سأكتفي بمشاطرتكم عددا من الخواطر التي أوحت لي بها هذه الندوة أولا لابد من التذكير من الأطراف ومن التذكير بأننا لسنا أول من ناد بحاجة عالمنا العربي إلى تفكر فلسفي جديد ولكن بوسع أي مراقب موضوعي أن يؤكد من دون أن يخشى الوقوع في الخطأ أن ندوتنا هذه وفرت إضاءة مميزة على دواعي هذه الدعوة ومسوغاتها وعلى شروط تلبيتها وأسهمت في بلورة الكثير من ملامح التفكر المقصود وذلك من جهة أولى بفضل برنامجها وتنوع محاورها وراهنية موضوعاتها ومن جهة ثانية بفضل الأفكار والرؤى القيمة والمشددة والخلاقة التي زخرت بها محاضرتها الافتتاحية والمداخلات التي ألقيت خلالها وقد تميزت برصانتها وعمقها وبما أثارته داخل القاعة وفي أروقة هذا المبنى من أسئلة وحوارات نبيهة وثرية ثانيا نعرف كلنا ما تفرده الندوات عامة والندوات الفلسفية بخاصة من إكرهات وقيود بسبب الوقت المحدد والمحدود المتاح لكل متحدث ما يضطره في معظم الأحيان إلى الإجتزاء والإطلالات السريعة على حساب رغبته في التوضيح والإسهاب في شرح الأفكار وسوق الأدلة والبرهين سنحاول التعويض عن ذلك في الكتاب الذي سنتولى إصداره قريباً من خلال تضمينه لا المداخلات التي ألقيت بل النصوص الكاملة التي تكرم المتحدثون بتزويدنا بها ولكن على الرغم من هذه الإكرهات والقيود يمكننا يمكننا القول إن ندوتنا قد قدمت أجوبة مضيئة عن الأسئلة المحورية الثلاثة التي طرحتها في جلسة الافتتاحية نعم نحن اليوم بحاجة ماسة إلى الفلسفة والتفلسف نعم نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تفكر فلسفي عربي جديد نعم نحن قادرون على اشتراح مثل هذا التفكر طبعاً إذا أحسن التغلب على معوقات ولادته وعززنا فرص انبثاقه ونموه سالساً كنت قد ذكرت أيضاً أن تجديد الفكر الفلسفي العربي مشروع طموح ينبغي أن ننخرط فيه بوعي وتصميم ومثابرة وأنه غاية يتعين علينا السعي الدؤوب إلى بنوغها ومسيرة متواصلة نحو هذا الهدف متدرجة المراحل وتراكمية فبعيداً عن أي مجاملة أو مبالغة لا إخالني أجانب الصواء إن اعتبرت أن ندوتنا هذه مثلت إسهاماً نوعياً ومرموقاً في تنفيذ هذا المشروع ومحطة أساسية في هذه المسيرة ولكن دعوني أتجر وأضيف لماذا لا نطلق اليوم مبادرة ترمي إلى أن نجعل من هذه المحطة الأساسية التي أنجزناها هنا محطة تأسيسية تكون منطلقاً لإنشاء تجمع أو منتدى أو رابطة أقله لفلاسفة الدول العربية المغاربية يشكل المشاركون في هذه الندوة نواتها ومن شأنها أن توفر إطاراً ملائماً لعمل مشترك يضفي على جهودهم وإسهاماتهم الفردية المزيدة من الفاعلية والإشعاع أما الخاطرة الأخيرة التي أود أن أنهي كلمة الوجيزة بها فهي مخصصة لكل من نعمنا بتعاونهم معنا في إطار هذه الندوة لقد اعتمدت مؤسسة الفكر العربي منذ انطلاقها في العام 2000 التعاون مبدأاً ونهجاً وسياسة إيماناً منها بأهميته وضرورته وجدوه وبأننا في عالمنا العربي بمسيس الحاجة إلى تعزيز ثقافة تضافر الجهود وتكاملها وتسييدها في مبادرات ومشاريع ونشاطات مشتركة ولذلك أجدد الإعرابة عن سرورنا واعتزازنا بشراكتنا مع معهد تونس للفلسفة في الدعوة إلى هذه الندوة وتنظيمها بالتعاون مع كرسي الإيسيسكو للتفكير في العيش المشترك كما أعلن عن استعداد مؤسستنا لتكرار تجربة هذه الشراكة وهذا التعاون هنا في تونس وفي سائل بلدان المغرب العربي كما في مختلف الدول العربية ويطيب لي أن أوجه الشكر الحار إلى جميع من ندين لهم بالإسهام في إنجاح ندوتنا وأخص بالذكر وزارة الشؤون الثقافية وعلى رأسها معالي الوزير المكلف الأستاذ الدكتور منصف بوكثير وسعادة المدير العام لدار الكتب الوطنية الدكتور خالد كشير ومدير مدينة الثقافة الأستاذ مراد عمارة وطاقمها ومديري الجلسات والمتحدثين فيها والحضور النخبوية الراقي ووسائل الإعلام وإن أنسى فلا يسعني أن أنسى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور فتح تريكي رئيس معهد تونس للفلسفة ومنسقة المعهد الأستاذ النبي الحمدي ومعاونيه واسمحوا لي أيضاً أن أشكر فريق زميلاتي وزملائي في مؤسسة الفكر العربي على ما بذلوه من جهود للارتقاء بالندوة إلى المستوى الذي يليق بالفلسفة ويليق بكم سائلني المعذرة عن أي تقصير وآملاً أن يتجدد لقاؤنا ويستمر تعاوننا في خدمة الثقافة وإعلاء لشأن الفكر وإسهام في تحقيق مشروع بناء تفكر فلسفي عربي جديد الثقافة كثير من المنزل